موسيقى فإذا السؤال الأخير ما هو موقفك أي قرار تتخذ اليوم في ناس بتتخذ موقف الكراهية والعداء ليسوع المسيح مع أنهم لا يعرفون الهدف لرسالة المسيح مثل هيرودوس الملك وفي ناس بيأخذوا موقف اللامبلاء وعدم الاكتراك مثل الفرسيين والكتبة لما سألهم هيرودوس لم يكترثوا أن يروحوا لبيت لحم يفحصوا عن هوية الصبي المولود لكن العديد من الناس وبتأمل أنك تكون واحد من هؤلاء المشائل الشهود أو الذي يشاهد أنك تأخذ موقف الرعاة الذين جاءوا مسرعين بفرح وسجدوا ليسوع أو المجوس الذين جاءوا وسجدوا وراجعوا إلى بلادهم بفرح عظيم أنا أدعوك اليوم أنك بالفعل اتقرر المسيح مش مجرد إنسان عادي أو نبي أو ملك مع أنه هذا كله صحيح لكن المسيح هو ابن الله هو المخلص الوحيد هو الطريق والحق والحياة واليوم أحبائي هذا الموقف مهم جدا موقفك بحدد مصيرك وبحدد أبديتك في فترة الميلاد ما هو موقفك من يسوع المسيح أنا بصلي من كل قلبي أنه اليوم يكون في خلاص في حياتك أنت وبيتك وتصلي تقول أنا مش عاوز أكون بس مجرد بسمع كلام لكن بفعل أفعال وسلم حياتي لهذا الملك لهذا المخلص شخص الرب يسوع المسيح اشتركوا في القناة